في مدينة واذيبو وإسهامه في التنمية المحلية جاءت هذه الورشة الجهوية الأولى حول مفاهيم التنمية الشبابية والتمكين والخدمة الطوعية التي تهدف المنصة الجهوية لمنظمات المجتمع المدني من خلالها إلى خلق فضاء لتمكين الشباب ليصبح فاعلاً في التنمية الاقتصادية وخصصت هذه الورشة لدراسة مشاكل الشباب وطموحاته ورؤيته المستقبلية وذلك عن طريق إتاحة وتوفير الفرص المطلوبة الورشة كانت بإشراف من مستشار والداخرة واذيبو المكلف بالشؤون الاجتماعية والسياسية محمد المصطفى ولد المختار عمدة بلدية واذيبو ثمن دورة الورشة في البناء حيث ستساهم في تمكين الشباب شاكر منصة المجتمع المدني على هذا المجهود القائمة به اللي هذا الحدث ميذال فيه هو تكوين الشباب على مكابة أولاً سياسة الدولة ومتطلبات مولي ساكنة المدينة عموماً والشباب بصفة خاصة هذه الورشة التكوينية راجعين إن شاء الله عنها تعاون الشباب وعنه يفهم القدرات اللي يتمكن وملي قد يلعب دورة تسهم هذه المبادرة في تفعيل مستوى المشاركة الشبابية المحلية سعياً إلى التطوير والنمو الفكري من خلال ما سينتج عن فقراتها ونقاشاتها ذات الأهمية الكبيرة حسب وصفهم هذه الورشة ندرها تعود ورشة سنوية وقطعاً في العمال الجاية ندرها تعود فيها مساهمات من ناحية المحلية ومن ناحية الشركاء هي حول تمكن الشباب حول الخدمة الطوعية حول مفاهيم التنمية وهذه الأمور أساساً اللي نفهموها كشباب قطعاً ندرها نرفع بروسنا لأن دائماً كشباب ننظر الروسنا نظر الدنيا وشكوا عن الناس اللي أكبر منها أنها قال عم النشي هي ما يقال عم النشي قطعاً في مجموعة من الأمور متداخلة في مجموعة نحن كشباب واحدة يلا نحد أولوياتنا يلا نحد أهدافنا يلا نعرفه لندور هو الشر هو هو وعلينا صاد دين شملت هذه الورشة مداخلات تحفيزية دعماً للشباب قدمها نشطاء في المجتمع المدني من خلال تقريب صورة الأهداف المرسومة كنتائج لهذه الورشة واختتمت فعاليات اليوم الأول من أيام هذه الورشة بأخذ صورة جماعية ضمت كل أفراد هذه الورشة من إداريين وسلطات محلية وشباب مشاركين ماريا محمدو الموريتانية مواذيبو